بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أرحب فيكم و أرحب كل من يتابع برنامجنا حوار و إطار هذا البرنامج اليومي الذي نشكر تلفزيون دولة الكويت و قناة إثراء إتاحة الفرصة و تسليط الضوء على كل موضوع ثقافي اجتماعي أسري شرعي قانوني هذا البرنامج لكم و لعيالكم بإذن الله و نسأل الله عز و جل أن نخدم شيء يفيدكم و يفيد عيالنا أكيد في البداية أرحب بسمي و بسمكم بضيفي و ضيفكم الأستاذ عيسى الهاجري حياك الله يا أبو يحيا الله حياك أبو عمر أبو يحيا كل من يتابعنا اليوم يعرف قيمة القرآن الكريم و يعرف أهمية القرآن الكريم لكن للأسف أنا أتكلم اليوم ببرنامجنا بكل شفافية نحن أكثرنا طبعاً و ليس الأغلب لكن أكثرنا يعرف القرآن الكريم في المناسبات الدينية رمضان يوم الجمعة يقرأ صورة الكيف لا صار حالة وفاة مسك المصحف و قام يقرأ هالكتاب العظيم فيه أجر و فيه خيرات لكن تعاملنا مع القرآن من زاويتي أنا أشوفها مو صحية أنت قلت كلمة قبل للبرنامج يعني خطيرة تقول لهذا القرآن لازم يكون يا أبو عمر في حياتنا اليومية بل في يومنا كله ودي تقول فكرتك بكل شفافية يمكن يا رب الدش يقلوا بالناس و يطبقونها و لك كلنا الأجر يا رب الله يزاك خير يا أبو عمر لا يخفى على الجميع فضل القرآن ما بشك أحاديث نبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تعلم القرآن في أنه يأتي شافع من قيامة لأصحابه قال قاري قرآن اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها فما بالك إذا كنت تقرأ قرآن كاملا يعني فأنت على منزله صدقت و الأحاديث في هذا الباب كثيرة ذكرت بعمر أن نقرأ قرآن في المناسبات للأسف عشر ذي الحجة يعني في رمضان طبيعي أن المواسم الدينية هذه العبادة تزيد هذا أمر طبيعي صحيح لكن المطبيعي أن الأمور الدينية هذه قراءة القرآن تغيب في الأيام العادية للأسف مفروض هي تكون حاضرة في الأيام العادية و تزيد في في رمضان و في عشر ذي الحجة و غيرها من المواسم الدينية فأنت لما تقول لي نحن نزيد في رمضان أنا أقول لك أنت ما زد في رمضان أنت بديت في رمضان الله أكبر لأن أنت نقصر طول السنة في ختمة برمضان ماشي أنت عندك ختمة برمضان و باقي السنة متى رح تمر على المصحف مرة ثانية رمضان الجاي فهني في مشكلة مفروض أن الإنسان عنده ختمة بك شهر شهرين ما في مشكلة بالثلاثة شهور ختمة ما عندك مشكلة و إذا جاء رمضان يصبح ختمتين مثلا برمضان شد حيلة شد حيلة هنا نقول أنت تزيد برمضان أو ختمة واحدة فقط لكن ختمة الدبورية في فكرة لازم نصححها لما أقرأ عشر أوجه من القرآن اليوم غير إذا قريت وجه واحد لمدة عشر أيام الوضع اختلف شلون هو يحيان لما نقرأ في قرآن كريم و أما من أتي كتابه بيميني فيقولوا ها أم قرأوا كتابية صدكت هذا يفخه مستأنس أن أعطوك كتاب و أتي الكتاب بيدا اليمين يعني هذا أفلح أنت حين لو قلنا هذا كتاب صورة الحاقة صورة الحاقة نعم أسلام عليكم لو فتحنا كتابنا هذا خنقول عبارة مثلا عبارة عن صفحات كل صفحة فيها يومك اليوم أنت قريت عشر أوجه من القرآن متاز إذا اليوم الثاني صفر اليوم الثالث صفر عشر يام صفر أنت حياتك اليومية لا موجود فيها القرآن تقرأت في يوم واحد أي فيه خلل لكن لما تفتح القرآن لو صفحة واحدة قارب اليوم اليوم قريت أي قريت الصفحة الثانية اليوم الثاني قريت أي قريت أي قريت شيء قليل بس متصل قليل بس ماشي دعنا نقف هنا يا أحيال لأن أنا عجبتني الفكرة و لا أريدك تكمل باسترسال أنا و إياك مضطرين نذهب إلى فاصل سريع و نقول حق الأباء و الأمهات تابعونا بعد الفاصل لا تباعدون الموضوع جدا مهم و يفيدكم و يفيد عيالكم و خلوكم معنا رجعنا لكم بعد الفاصل و حياكم الله ما بيأخذ من وقتكم قبل الفاصل تكلمنا مع الشيخ الفاضل الأستاذ عيسى الهاجري عن فضل القرآن و أنه لازم يكون في حياتنا اليومية أنا لم أتفلسف و أقول القرآن فيه أجر و فيه باركة و فيه نور و إن شاء الله يوم القيامة كل الحفظة يأتون عيالنا على رأسهم تاج الوقار أبو خلي الشيخ يبدع لأنه عنده أفكار جديدة حياك الله يا أبو و يا حياك أبو عمر أنا قولتهم بدع بالكلمات التي أنا جدامك قامت تلامسني و أتمنى أنها توصل حق كل الذي تابع برنامجنا حوار و إطار و خاصة الأباء و الأمهات أولياء الأمور عليكم دور مهم في أن يكون من اليوم حياتنا باشر مع القرآن غير حياتنا اليوم و غير حياتنا أمس و غير حياتنا برمضان لطافة تفضل رضيحي والله كلامك ألمثلما يا أبو عمر فعلا كلامنا موجه لأولياء الأمور نقول أنت يا ولي الأمر أنت ما فاتك القطار و لا تفوت على عيالك صدقت أنت ما فاتك القطار أنت تقدر ترحي تمسك مصحف و تقرأ و لا تفوت على عيالك مراكز تحفيظ كثيرة و أيضا أحيانا يكون في صورة بطبوعة في الذهن أنا أقول لكم مثلا أقول حقا شخص صورة جدتك يعني تذكرها و لا شيء و لا أصورة الوالدة قاعدة بكرسي و حاطة كرسي المصحف و تقرأ النظر هذا بنسبة حق الطفل هذا يعني يفيده جدا مؤثر يعرف أن القرآن حاضر عنده في اليوم في البيت و موجود القرآن في البيت فيعرف إذا من أبوي يسوي هذا الأمر و إلا أمي تسوي هذا الأمر يعني هذا الأمر صحيح صدقت و منه قدوة الولد الأول أبوه صحيح فإن القرآن يكون حاضح حتى نقول لأولياء الأمور لا تقرأ بروحك أقرأ في البيت بنص عيالك و أسط عيالك نحن نقول يعني أقرأ في البيت خلشوفونك خلشوفونك و تقرأوا قرآن و أنت أرأ يعني أنت تبي و لا تبي هم رايح قددوا فيك و قلنا ذكرنا أبو عمر أنه لازم الواحد يكون عنده نصيب من القرآن بشكل يومي لا تقرأ يعني جميل واحد يقرأ مثلا عشر صفحات و مئة صفحة باليوم هذا أمر جميل لكن الأجل مننا أن الواحد يقرأ بصورة يومية بصورة يومية و أخير عمال الله أحب العمال الله أدومها و إنقل صدقت صدقت نحن ما ننظر إلى الكم لكن ننظر إلى الدوام لأن الواحد يستمر في قراءة القرآن صحيح و لا أخفى عليكم أزو القرآن يعني من قار حرف من كتاب الله فله به حسن و الحسن بأشرة أمتاليها لا أقول إيه لامي بحرف ولكن ألف حرف وهي أormal من حرف نحن يحرف أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهرة بالقرآن مع السفرة الكرامة وبإقرأة الله أفكم يعني أنت ما هو الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن الذي يقيم الحروف و الحدود يعلم في قراء قرآن فهذا لا تستطيع تستطيع أنت تعلم القرآن لكويت والأمر سهل جدا يعني يقيم الحروف بالتجويد القراءة الصحيحة أيضا القيم الحدود يعني يعمل بالقرآن يعني هو يقرأ فعل تقرأ القرآن وتنفذ لا تبوق لا تكذب لا تزني لا كذا هو يعني نستطيع أن نسميه رجل حتى وصفت عائشة كان خلقه القرآن والطريق إلى العمل تدبر شوان أنا أتدبر القرآن لما نعرف معاني القرآن فنحن نقول أتعب مرة بالعمر يعني لو بداية عمرك تتعب مرة واحدة تقرأ تفسير القرآن كامل بأبسط كتاب تفسير أنت مات بالتعمق ولا أنك مختص أقرأ كتاب بسيط بالتفسير كتب مليانة تفسير ميسر تقرأ قرآن و أنت بردك اليومي هالصفحة اللي قلنا عنها تركز فيها مع تفسيرها أنت بالنهاية راح تخلص صفحة القرآن بالنهاية راح يخلص صحيح أنت حين فهمت معاني القرآن و مفردات القرآن كل ما مرت على القرآن راح تذكر المفردة هذه يزيد التدبر و نزاد التدبر زاد العمل و نزاد العمل زاد الأجر صدق هذا اللي نطمح له حل أن الواحد يكون القرآن حاضر في يومه و في ليلة و الأفضل مننا أن الواحد أيضا يحاول يقرأ في صلاته يحاول يقرأ في صلاته من محفوظة ينوع من القراءة عادة متعدنا على قصار السور ممكن يقرأ من قصار السور يجب أن يقرأ قليلا يكبر قليلا حفظني من الكهف و نقرأ من الكهف صدقت فالواحد يريد أن يكون القرآن حاضر و إذا كان حاضر في حياتك يحاضر في حياة عيالك و حياة أهلك و بركة القرآن هذا أمر إذا نتكلم عليه ما سنخلص الله يفتح عليك يا شيخ عيسى ما قصرت و هذه رسالتنا اليوم أنا و شيخ عيسى الهاجري لكم من اليوم القرآن يجب أن يكون حاضر في بيوتنا و في حياتنا اليومية مثل الأكل و الشرب و الدوام و الدوانية و الوناسة و لعب الكرة لازم يكون القرآن هو ديدا كل مسلم هذا شيء مفترض لماذا؟ بركة و خير و حماية و نور و أجر و جنة يوم القيامة بإذن الله شوفكم باتر في موضوع بإذن الله يهمكم و يهم عيالكم مع السلامة اشتركوا في القناة